اطلقت في تونس عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس المحلية ضمن الانتخابات المحلية الأولى من نوعها في البلاد وشهدت المكاتب خلال الساعة الأولى إقبالا محتشما حيث اقتصرت المشاركة أساسا على كبار السن وتجري الانتخابات وسط مقاطعة المعارضة حيث تعتبرها امتدادا لحكم الرئيس التونسي الفردي وهو ما يعمق المخاوف من أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة على غرار الانتخابات البرلمانية الأخيرة يذكر أن هذه الانتخابات ستفضي إلى اختيار أعضاء مجلس الجهات والأقاليم الغرفة النيابية الثانية وفقا للدستور تونس الجديد